الأستاذ يوسف كان فيه بيقول فترة صعبة جداً مر بيقول كما يقول بيئة سحر وتحل بأنه هو مواظب على القرآن أحياناً بيبقى فيه شيء بيبعده وهو طالب بالجامعة وفي نفس الوقت بيشتغل فأحياناً بينشغل وهو بيسألنا ده يعني عليه وزر وفيه التقصير في بعض الصلوات وفي نفس الوقت عايز آيات لتفريج الهموم أول شيء يا أستاذ يوسف أنا النهاردة طالب في الجامعة وبشتغل في نفس الوقت يعني أرتب الأمور بأنه حتى منبه لي يذكرني بوقت الصلاة فالإنسان يقدر أنه هو يرتب ظروفه على الصلاة قد رتقته قد رتقته وأنا عندي حرص على أداء الصلاة على وقتها يعني أنا لا منكر ليها ولا أنا متكاسل عنها أنا ربما أشغل فأسأل الله سبحانه وتعالى إني أكون من مقيم الصلاة وده الإنسان يدعي دايماً زي ما شفنا دعاء اللي علمه إن السيدنا رسول الله عيسى والسلام لسيدنا معاذ بأن يدعو به عقب كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أرتب دايماً أذكر نفسي الأذان أنا بسمعه ربما كن في مكان يدعو فيه صوت الأذان يبقى أنا عندي المنبه بتاعي التطبيقات الخاصة بالتذكير بأمر الصلاة كل دي معينات لأنه الإنسان طبيعي ألهاكم التكاثر الإنسان بيتله في أشياء كثيرة ربما تصرف عن أداء الصلاة على وقتها فأنا أذكر نفسي مع الدعاء بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والمؤمن دايماً عنده حرص خلاص بس يكتهد ويكتهد إلى أن يشارف الكمال يا أستاذ يوسف بالنسبة لي الآيات اللي الإنسان يقرأها دايماً يكون من أورادك يعني من القدر اللي بتقرام في القرآن الكريم عند الصباح وعند المساء قراءة صورة الفاتحة آية الكرسي الآية 102 من صورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى نهاية الآية وتقرأ آية الكرسي مع ختام صورة البقرة وبنقرأ كمان صورة الزلزلة ونقرأ المعوذات الثلاث وجملة ما ورد من أذكار الصباح والمساء عن حضرة النبي عيسى والسلام عند الصباح يعني صلي الفجر أقراهم بعد العصر كده أو بعد المغرب أقرأ الأذكار المساء ومثلاً في أول الليلة أنا ملحقتش كنت مشغول في شغلي فعبالة لما جيت بالليل أنا قريتهم ما فيش مشاكل بس يعني الإنسان دايماً يكون دائر مع الأنوار يقرأ ويبقى على طول هو لا ينسى قراءة الأذكار عموماً دايماً بننصح الإنسان اللي حاسس ألا بدكر الله يطمئن القلوب فإنه يجعل له ورد من القرآن قدر يقرأه من القرآن الكريم هقرأ صفحة، هقرأ خمس آيات، هقرأ عشر آيات، هقرأ ربع، هقرأ ربعين، هقرأ نصف جزء اللي تقدر عليه حتى لو بيقلوا بيزيد كل يوم بس ليا ورد قدر الطاقة أنا بجيبه كل يوم يا أستاذ يوسف وربنا إن شاء الله يكتبك من أهل النجاح والفلاح والسعادة في الدارين اللهم أمين